171. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خاردين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الأمة هذه السيرة الطيبة نستفيد منها الدروس والعبر ضيف البرنامج هو شيخ عزيز بن فرحان العنزي فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخي بارك الله فيك كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن بعض الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء ذكر العدل وكما ذكرت في الحلقة السابقة بأنه إذا يعني ذكر العدل ذكر عمر رضي الله عنه وذكرت بعض الأمثلة التي دلت على عدل عمر رضي الله عنه مع رأيته وأنه كان يقوم بالتساوى بينهم بين أعيانهم وبين غيرهم ولا يفضل هذا على هذا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى شيخي بارك الله فيك ذكرنا في الحاقة السابقة أننا سنتكلم في الحلقة هذه عن قصة جبل ابن ليهم الذي هو يعتبر آخر ملوك غسان شيخ بارك الله فيك ما قصة هذا الرجل وكيف تعامل مع عمر رضي الله عنه نعم حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فنحن في سياق الحديث عن أدري عمر رضي الله تعالى أنه وأرضاه ونظرته إلى الناس على أنهم سواسية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشطف النبي عليه الصلاة والسلام من جهة النظر إلى الخلق وإعطاء الحقوق يرى بأنهم سواسية لا فضل لعربي على أعجمين ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى هذه النظرة التي كان ينظرها النبي عليه الصلاة والسلام ونظرها أبو بكر أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعامل بها الناس وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والتطبيقات والنماذج في حياة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثيرة جدا ذلك أن عهد عمر عهد مليء بالحوادث بسبب اتساع رقعة الدولة الإسلامية وبسبب أيضا طول فترة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الخلافة وكذلك ما حصل من كثير من الأشخاص من ممارسات قد تكون فيها شيء من الخروج عن طريق العدل فردهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى طريق العدل وإلى طريق الحق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعطى أو بعث رسالة للناس منذ أول يوم وضع قدمه في الخلافة وبين لهم بأنه الضعيف قوي عنده حتى يأخذ الحق له نعم كما هو حال أبي بكر والقوي ضعيف عنده حتى يأخذ الحق منه نعم وبين بأن عمر رضي الله عن نفسه طبعا بين بأنه سيقوم ما استطاع بسياسة الناس وبرعايتهم وفق ما أراد الله جل وعلا وأراد رسوله صلى الله عليه الصلاة والسلام فكانت حياته مليئة بالعدل مليئة بالحق الناس يستنشقون العدل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأمنون لا يمكن لأحد أبدا أن تخفر ذمته أو أن يخدع أو أن يخان أو أن يمكن لأحد أن يمارس عليه خديعة أو غشا مدام أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الأسد الرابض في عرينه موجود ليفصل بين الناس في جال مهم في حياة عمر بأن القضية قضية لا وجود للطبقيات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخ بارك لا في عدد بكر ولا في عدد النبي عليه الصلاة والسلام فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رفض مبدأ الطبقية بمعنى أن هناك أناس لهم امتيازات وأناس ليس لهم امتيازات سمع كما يوقعي شيخي الطباقات الاجتماعية ولذلك ذكرنا في ممضى كيف أنه عاقب عمر بن العاص مع أن الإنسان لا يأخذ بجريرة غيره فابنه ارتكب خطأا كبيرا حينما ضرب القبط ومع ذلك أراد عمر أن يؤدب هذا الأمير هذا الوالي الذي هو عمر بن العاص حيث أنه لم يمنع ولده من أن يظلم الآخرين ولكن عمر اعتذر بأنه لم يعلم بهذا الأمر وأن القبط تجاوزه مباشرة إلى أمير وهذا شيخي بارك الله بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه دائما يقول لعمر بن العاص حينما كتب له يعني لما جلد ابن عمر عبد الرحمن حينما شرب الخمر هذه القصة مشهورة في كتب السيرة نعم ومعلوم بأن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما شرب الخمر وهو في مصر وكان عمر بن العاص عامل عمر في مصر على مصر وهذا معروف سبحان الله نعم عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدل أن يقيم الحد على ابن عمر أمام الناس قام فأقام الحد عليه يعني بعيدا عن عين الناس عفونا شيخي هذا عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب يعني ابن الخليفة ابن خريفة فلم يقم الحد عليه في الساحة العامة أمام الناس أو عند الجامعة وإنما أقامها في داخل مكان خاص بعيد عن عيون الناس فلما بلغ عمر رضي الله عنه الخبر كتب إلى عمر بن العاص من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاص الله أكبر عجبت لك يا ابن العاص ولجرأتك علي وخلاف عهدي أما إني قد خالفتك وخلافت فيك أصحاب بدر ممن هو خير منك واخترتك لجدالك عني وإنفاذ عهدي فأراك تلوثت بما قد تلوثت فما أراني إلا عازلك فمسيء عزلك تضرب عبد الرحمن في بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفني إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين ولكن قلت هو ولد أمير المؤمنين وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة على قتب حتى يعرف سوء ما صنعه الله أكبر الذي يسمع هذا الكلام يظن أن المسألة معكوسة أن عمر قام فضربه بمشهد من الناس وأن عمر يدافع عنه لماذا لم تضربه في الخفاء في الخفاء ولكن المسألة الأمور عكسية عمر يريد أن يضرب عبد الرحمن أمام الملأ نعم ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه أقام الحد على ابني هذا قيل حتى مات تحت يدي يعني قسى عليه قسوة عظيمة هذا هو عمر رضي الله عنه نرجع إلى قصتنا ما يتعلق بجبل بن الأيهم نعم جبل بن الأيهم هذا حقيقة هو من آخر ملوك الغساسين ومعلوم بأن الغساسين يعيشون في الشام نعم كانوا تحت يعني امرأة الروم دولة الروم نعم نعم والروم دائما كان يحرضونهم على يعني قتال المسلمين وغزو الجزيرة ويمنونهم ويعيدونهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرور صحيح هنا لما انتشرت الفتوحات الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجه وهنا شرأب عنق الملك الغساني هذا إلى الإسلام فأحب أن يدخل الإسلام فكتب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يستأذنه في القدوم إلى المدينة ففرح عمر بن خطاب رضي الله عنه بذلك حكيد لأنه بإسلامي ستتشلم غسان كامل صحيح لأنه لما كتب الكتاب ذكر فيه رغبته في دخول الإسلام فجاء إلى المدينة وأقام بها زمنا وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرعاه وقد أعلن إسلامه وإيمانه وبقي فردا من أفراد المسلمين وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني يلحظ هذا الإسلام فيه ويشجعه على ذلك ورغبة في دخوله يواسيه أيضا نعم رغبة في دخوله يعني قوم جبله في الإسلام هنا بدأ لجبل بن الأيهم أن يخرج إلى الحج وفعلا ذهب يحج في أثناء الطواف حصلت قصة عجيبة وهي أن رجلا من بني فزارة وطئ على إزاري جبل ابن الأيهم فسقط إزاره فغضب جبل ابن الأيهم وكان حديث عهد بالإسلام فقام فلطم هذا الأعراب لطمة قاسية هشمت أنفه هنا طبعا ما كان من الفزاري إلا أن ذهب إلى أمير المؤمنين عمر يشتكيه يشكو إليه محل به وأنه أفقده حاسة يعني عضو من أعضائه وحاسة من حواسه فأرسل الفاروق إلى جبل يدعوه إليه ثم سأله هل أنت ضربت هذا الرجل يعني عمر بدأ يتحقق إجراءات التقاضي قبل أن يحكم عليه فقال يعني جبل بكل ثقة وبكل شجاعة نعم فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا جبل ما دعاك لأن تلطم أخاك هذا فتهشم أنفه فأجاب جبل وكان قريب عهد بالإسلام أجاب بكل غرور بكل تعالي لازلت كما يقول الشيخي رواسب الجهد نعم نعم قال يعني أنه قد ترفق كثيرا بهذا البدو يعني الذي جاء هذا البدو شيء قليل الله أكبر أنا ترفقت به كسر أنفه فيه نوع فوقية وفيه عجب وكذا صحيح ثم قال وأنه لو لا حرمة البيت الحرام لأخذت الذي فيه عينه يعني قتله يعني أن المسألة أنا رحمته بهذه الصورة وإلا أنا نويت قتله فقال له عمر لقد أقررت فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص له منك هنا دهش جبل بن الأيهم كيف أنه يخاطب وهو ملك غسان بمثل هذه الصورة لأجل أعرابي من بني فزار على قول بعض يعني من يعبر يقوم بوال على عاقبه الله أكبر فقال يعني جبل يقول لعمر وكيف ذلك وأنا ملك وهذا سوق يعني غدر من عمة الناس من عمة الناس فقال عمر له إن الإسلام قد سوى بينكما يعني دعنا من هذا فأنت وأياه سواء الله أكبر فقال جبل لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلين ماذا يريد أن يكون فوق رؤوس الناس فقال عمر يقول دعك أو دعنك هذا فإنك إن لم ترضي الرجل اقتصست له منك لأن الله تعالى يقول والجروح قصاص ويقول عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر والسن بالسن والجروح قصاص نعم المقصود بأن عمر بيّن له بأن هذا القضية يعني خارج دار القضاء الكلام هذا ليس هذا محل أنت وإياه سواء وأنت جنيت عليه صحيح فقال جبل بن الأيهم إذن أتنصر يعود إلى نصر نية فقال عمر إن تنصرت ضربت عنقك لأنك أسلمت فإن ارتدت قتلتك هنا أدرك جبل أن الجدال لا فائدة منه لم جملت عند عمر وأن محاولة المراوغة مع الفاروق لا تجدي لأن فاروق عنده الناس سواسي سبحان الله وأنك إما أن ترضي فتدفع له دية وإما أن يقتص منك إذا لم يرضى فهنا قام جبل فطلب من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مهلة ليفكر في الأمر يعني يفكر في قضية إما القصاص وإما أن تقطع عنفه يعني أن يرضي الرجل صحيح نعم فأذن له عمر ثم جاءه الشيطان جاء الشيطان إلى جبل بن الأيهم فزين له ومكر به نعم فقرر أن يفر وأن يلحق به الروم وأن يترك الإسلام وهنا في جنح الظلام دبر خطة ففر من المدينة وحتى وصل إلى القسطنطينية وتنصر هناك نسأل الله العافية والسلام وهنا في الحقيقة لما يعني لحق به القسطنطينية وتنصر هناك طبعا ندم في آخر حياته لماذا؟ لأن الإيمان هو السعادة صحيح طبعا في القسطنطينية وجد عزا دنيويا صحيح يقول بعض الصحابة بأن عمر رضي الله تعالى عنه أرضى أرسلني إلى ملك القسطنطينية برسالة يقول فلما أعطيته رسالة قال لي ملك الروم ألا تمر على صاحبكم جبل على صاحبكم جبل يقول فدخلت عليه فعرفني وإذا به عليه أبهة الملك حتى إن نشارة الذهب على لحيته الله أكبر وفي أمر عظيم وعنده الجواري وغنين وعنده الآلات اللهو والطعام والشراب يقول فأكرمني فسألني عن أمير المؤمنين عمار وسألني عن الصحابة وإذا به يتمنى يتمنى العودة فقلت له حاولت يقل معه بأن يرجع فقال أشترط ثلاث فقال ما هي قال أشترط على أمير المؤمنين أن يوليني بعده إذا مات الله أكبر وأن يزوجني ابنته وأن يعفو عني مسألة القصص هذا يرد الدنيا أي فيقول الرجل قلته سأخبر أمير المؤمنين بذلك يقول فلما رجعت إلى المدينة أخبر عمر أوصلت رسالة لعمر الرد من ملك الروم فقلت له مررت على جبل ابن الأيهم وذكر له من حاله وطبعا هنا قصائد أخربا كثير في البداية والنهاية نعم عجيبة جدا ويقول بأن قال عمر هل لا دعوته إلى الإسلام فقال دعوته ولكن اشترط ثلاثا قال وما هي قال اشترط أن أن يكون بعدك أن يكون الخليفة بعدك وأن تزوجه ابنتك وأن يعني تعفو عن المسألة القصاص التي بينه بين الفزاري فيعني قلت له يقول الرجل قلت بأن قد يملك قضية القصاص فيقنع الرجل ويعطيه دية لكن لا أظن فقال عمر ليتك أجبته إلى ذلك فإنه إن دخل في الإسلام هانت عليه هذه الأشياء أو كما قال عمر رضي الله الله أكبر يقول فأرسلني عمر قال ارجع إليه ارجع إليه وأخبره برضى عمر بذلك وكان عمر يتطلع إلى أن يعود جبل ابن الأيه شبحانه يقول فذما ذهبت إليه وإلى القسطنطينية فإذا جنازة تمر وحولها ناس فقلت من هذا قال هذا الجبل ابن الأيهم قد مات مات على الكفر نسأل الله العافية يقول وأردت أن أوصل له رسالة بالعودة وأن أمير المؤمنين يعني رضيه بذلك وعمر رضي الله عنه وارضاه كان يعني ظنه بهذا الرجل أنه إن عاد إلى الإسلام وأشرب قلبه وحب الإيمان ستهون عليه هذه الأشياء أن الله لا تساوي عنده شيء وأن دخوله في الإسلام أهم ولكنه مات على غير الإسلام نسأل الله العافية والسلام شيخ بارك الله فيك صدق الله حينما قال أنك لا تهدم من أحببت ولكن الله يهدم من أشياء شيخي بارك الله فيك حتى يعني بذكرى جبل ابن الأيهم هذا له ما قولي يا شيخ لما لما حرب من المدينة قال عزم في الكفر أو في الجهلية ولا ذنه في الإسلام ولا عياذ بالله شيخي بارك الله فيك لازمنا حتى الآن نحن نتكلم عن أسس الدولة التي قامت في عهد عمر رضي الله عنه من تلك القواعد التي وضع عمر رضي الله عنه مسألة الحريات مسألة حرية العقيدة كيف كان يتعامل عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بغير المسلمين هو في الحقيقة أولا لا بد أن نقرر مسألة وهي أن الشريعة الإسلامية كفلت الحرية للآخرين من جهة الاعتقاد نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام دع الناس وبلغهم بدين الله جل وعلا ولم يكرههم على الإسلام صحيح ولذلك أنا ذكرت في أكثر من مرة بأن الله جل وعلا يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هداية التوفيق ليست بيده وأن مهمته البلاغ شيخي هداية التوفيق إدخال الناس إلى الإسلام أو في الإسلام نعم وذلك يقول عز وجل إن عليك إلا البلاغ صحيح إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يدي ما يشاء نعم وما أنت عليهم بمسيطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف الآيات كثيرة جدا ولذلك يقول عز وجل لا إكره في الدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني الآيات في ذلك كثيرة جدا ولذلك هذا يشير إلى أن مبدأ الحرية في الشريعة مبدأ بل هو أحد الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام نعم ولذلك هناك تشويه كبير من كثير من أعداء الإسلام لهذه الدين ولهذه الشريعة وقد تكون هناك ممارسات خاطئة لبعض المتسبيل من بعض المسلمين نعم نعم قد تدفعهم الغيرة الكاذبة إلى إدخال الناس كرها في الإسلام وهذه أعتقد أنها لا يمكن أن تذكر لأن حالات فردية قليلة جدا صحيح وقد تكون من أناس لا يمتلكون أدوات الفهم والاجتهاد والعلم فيقعون في مثل هذه المزالق الخطيرة لكن يا شيخ بير الله فيك عفوا يعني لو سمحت للمداخلة قد يفهم بعض الناس العكس مسألة حرية العقيدة أو حرية أو غير ذلك أنه أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يريد لا 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 دون ضوابة شرعية هو الأصل أن إذا وجدت ديانات أو مذاهب أو ملل نعم نتقر على ما هي عنه وتدعى لكن بضوابة شرعية نعم بضوابة شرعية تدعى إلى الله جل وعلا نعم ولذلك ربنا عز وجل حينما ذكر مثلا دور العبادة ذكرها دون التعرض إليها بل قرن المساجد بباقي دور العبادة صحيح مساجد وبيع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير صحيح بين جل وعلا بأن من أهل الكتاب منه من هو أقرب إلى أهل الإسلام من غيره بل إن بعضهم منه بقنطار يؤديه إليك نعم منه منه دينار بل بعضهم تدمع عينه حينما يسمع القرآن صحيح يعني المعنى بأن الشريعة جاءت فأقرت هؤلاء على ما هم عليه ثم جاءت الدعوة هذا لا يعني بالضرورة أن هؤلاء لا يوجه توجه إليهم الدعوة بل يدعون ويبين لهم يعني خطأ ما هم عليه ويبين لهم وجه الصواب والحق ويدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى أيضا هناك حدود وضوابط للتعامل مع هذه الشعائر نعم يعني إذا كانت فاسدة أو باطلة أو مثلا فيها شيء من الانحراف لا بد أن أيضا تكون منضبطة بالضوابط التي جاءت بها الشريعة وأيضا ولا تلأمر هم المسؤولون عن تنفيذ هذه المسائل كما هو مقرر في كتب شيء خبارك لا فيك تكون محصورة في أماكنهم لا تتعدى إلا بضوابط شرعي نعم ولذلك أهل العلم هم كتب في هذا كتب السلس الشرعية كتب أحكم أهل الذنة نعم كتب التعامل مع غير المسلمين وهذه كلها إذا تأملتها تجد بأنها قائمة على العدل وتوفير الحقوق للآخرين حتى ولو اعتقد المسلم بأن هؤلاء ليسوا على الحق نعم وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه كفل الحرية العامة والحرية الخاصة لرأية الذين كانوا تحت ولايته رضي الله تعالى عنهم أرضاهم وهذه الحرية يعني مثلا قضية دين الإسلام كما ذكرت قبل قليل لا يمكن أبدا أن يدخل الناس في دين الإسلام كرها لأن الله تعالى منعنا من ذلك قال عز وجل لا اكرهها في الدين نعم ويقول عز وجل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء ويقول عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتهي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ويقول عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتهي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون هذه الآيات كثيرة جدا تبين قضية يعني كفالة الإسلام للعقائد الأخرى وكيفية التعامل معها والتعامل معها نعم ولذلك أضرب مثالا واحدا على تطبيق عمر لهذا المبدأ وهو أنه جاءته ذات يوم امرأة نصرانية وكانت عجوزا فقالت كانت تقول لعمر بأن لها حاجة عند عمر فقال لها عمر وقد عرض عليه الإسلام قال أسلمي تسلمي إن الله بعث محمدا بالحق فقالت أنا عجوز كبير والموت إلي أقرب فقضى عمر رضي الله تعالى حاجتها ولكنه خشي أن يكون في مسلكه هذا ما ينطوي على استغلال حاجتها لمحاولة إكراهي على الإسلام فاستغفر الله مما فعل وقال اللهم إني أرشدت ولم أكره اللهم إني أرشدت ولم أكره هو يريد إرشادها ومع ذلك خافة على نفسه أنه قد نعم يكون قد استغل ذلك نعم وعمر رضي الله عنه أيضا كان له غلام نصراني يخدم اسمه آشق يقول هذا الغلام كنت عبدا نصرانيا لعمر فقال لي مرة أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين لأنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم يقول آشق فأبيت فقال لا إكرهها في الدين فلما حضرته الوفاة أعتقه عمر وقال ذهب حيث شئت الله أكبر إذن هذه النماذج وهي كثيرة في عهد عمر رضي الله عنه وارضاك كلها تشير إلى أن عمر رضي الله عنه كان يكفل الحريات للناس ولكن بضوابط شرعية معروفة ومعروفة نعم شيخ بارك الله فيك أحسنت على كل حال ولنا أيضا معك ووقفات أخرى فيما تعلق بالأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في عدو عمر ابن خطاب رضي الله عنه إن شاء الله تعالى نكمل بعضه في الحلقات القادمة إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وتقبلوا تحية محدثكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته